هلاو ايبراوان اهلا بيك في حلقة جديدة من حلقات let's practice english حلقة النهاردة استيلها مختلف سوية عن استيل الحلقات اللي انتم متعودين عليها من let's practice english في حلقة الماضي البسيط اتكلمنا عن نوعين من الافعال او النوع هو irregular verb او الفعل الغير منتظم وفي حالة دي الماضي البسيط بيكون التصريف التاني للفعل والنوع التاني هو irregular verb او الفعل المنتظم وفي الحالة دي بنصيق منه الماضي البسيط بيضافة دي او ال اي دي للفعل وهنا بقى زي تونة حلقة النهاردة ناس كتير جدا بتضيف للفعل ال دي او ال اي دي وبتنتق على طول الفعل بيضافة دي او اي دي بدون اي اختلاف لكن اللي الكتير دي ما تعرفوش ان في حالات احنا بنضيف ال دي او ال اي دي عادي للفعل لكن مش عادي في النطق النطق بيختلف بيديك sound غير sound حرف دي في النطق تعالوا نشوف اول مجموعة معنا النهاردة وهي مجموعة الافعال اللي بتحتوي في نطقها على sound long vowel long vowel يعني صوت حرف متحرك طويل غمد عينك واسمع معايا كده play 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 اكيد انت اللحظت ان فيه صوت طويل في الفعل play وهو صوت حرف ال اي الحرف المتحرك اي صوته طويل فبالتالي لما بنضيف ل play ال اي دي ما بيتنطقش played played نطق غلط لها تماما بيتنطق played 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 تعالوا مثلا نشوف الفعل agree غمد عينك agree 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 اكيد انت سمعت ان الساوند حرف ال اي طويل agree agree لما بنضيف له ال دي فبيتنطق agreed 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 تعالوا مثلا نشوف الفعل show 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 اكيد انت لو حيست تساوند حرف ال او الطويل شو فبنضيف له ال اي دي وبتنطق شود 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 غمد عينك وسمع كده played agreed شود ودي كانت امثلة المجموعة الاولى بالنسبة بقى للمجموعة التانية فهي مجموعة الافعال اللي بتنتهي بحرف T او حرف D في الحالة دي ال دي او ال اي دي بيديك ساوند ال اي دي اي دي تعالوا نشوف مثال دي الفعل decide 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 .. Titan منتعب حرف دي ايه اي دي اي دي بس منتعب تي ف chor toAND هاي بش 달 غمض عينك كمان الفعل WANT منتهب T فهندفله ED فهيبقى WANTED بعد كده الفعل PINT منتهب T هندفله ED هيبقى PINTED غمض عينك كده واسمه DECIDED WANTED PINTED DECIDED WANTED PINTED ننتقل بقل بمجموعة الثالثة المجموعة الثالثة هي مجموعة افعال بتنتهي بنهايات معينة النهايات المعينة دي لما نضف لها D او ED الساوند بتاع D او ED بيصبح T بيصبح T الأفعال دي بقى هي ايه والنهايات بتاعتها دي ايه؟ تعال اقول لك أول حاجة لو الفعل منتهي بال CH C H زي الفعل WATCH WATCH أما نضف له ED بقى WATCH IT WATCH IT تاني حاجة لو الفعل منتهي بال S H S H S H زي الفعل WASH بنضف له ED بقى WASHED 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 تالت حاجة لو الفعل منتهي بال G H G H زي الفعل COFF هنضف له ED بقى COFFED 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 رابع حاجة لو الفعل منتهي بال K زي الفعل SMOKED هنضف له ED هيبقى SMOKED 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 خمس حاجة لو الفعل منتهي بال S زي KISS KISS هنضف له ED بقى KISSED 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 STOP هنضف له ED بقى STOPED 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 سابع حاجة لو الفعل منتهي بال X زي FIX هنضف له ED بقى FIXED 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 ممكن نختصر كل اللي قلناه بخصوص المجموعة التالتة والقول لو الفعل اللي معاك منتهي بال S H C H G H K S X P T في الحالة دي هتحط D و ال ED عادي جدا ولكن هتتنطق او تديك ساوند حرف T وبكده خلصت حلقة النهاردة شكرا لك انتظروا و اشتركوا و اشتركوا في الان